اهلا وسهلا فيكم مرة تانية بالفيديو الماضي ضفنا الحركة بالماوس وضفنا حركة كمان الشخصية في العالم لكن باقي علينا حركة القفز انه يصير الشخصية واحنا نمشي نضغط space يصير يقفز في العالم الآن احنا لما كنا نشتغل قبل هيك كنا نفوت على الامبوت project settings ونفوت على الامبوت اتعلمنا ايش اسمه access mapping الآن رح نستغل الاول مرة على action mapping ايش الفرق بين action والaxes الaxes هي متخلات تدخلها على الكيبورد او اي جهاز تحكم وبيضلك كابس طول ما انت كابس بنفذ الامر يعني لما انا نكون كابس W بيضل ضغط الى الامام دائما وضائما بيمشي ولكن action mapping هي تنقرة بتنقرها مرة واحدة ولو ضدتك نقر عليها هو بس بيأخذ الامر لمرة واحدة في الaxes mapping باعتمد على frame per second باعتمد على كم شاشة يتم عرضها اثناء ما انت بتلعب فاذا انت بتمشي في عندك 60 frame per second فانت لما تضغط W بيطلع كل ثاني امر المشي الى الامام 60 مرة لكن في حالة action mapping اللي هي حالة القفز لما حنضيف احنا هنا القفز على action mapping نسميها jump لو ضغلتك ضغط على space ما رح ينفذ الامر غير مرة واحدة فقط فكل مرة بدك تسوي space بدللك تكبس كذا مرة اما تكبس مرة واحدة ويصير يقفز يظل يقفز ما رح يصير هذا الامر الان بدي اختصر انا بدي اضغط على هاي واضغط space الان صارت عندي space bar لموضوع jump خلينا نرجع الان على first person shooter ايه character نرجع على مكان ما اشتغلنا نيجي نضغط right click هون نكتب jump بدنا ندور على input action action event jump لقناه تمام بدنا كمان نضيفها على ايش على jump بدنا ال function هاي لاحظ انتم في علامة F هذا معناته انه هذا الاشي تم برمجته فيما سبق مع برنامج unreal engine اللي اخترعوا برنامج unreal engine اختصروا علينا وحطونا اياها بدون ما نكتب الكود كامل بانه نحط ال direction والقوة والكلام هاي لا قلونا خرص تختموا هاي وبيصير عندك خاصية ال jump الان في ال action ال input action في عندك وبيصير عندك ايش الفرق بين هدول الاولى لما اضغط على الزر نفذ هذا الامر في الثانية لما اترك الزر نفذ الامر يعني لو انا ضغط space ما رح ينفذ حتى اشيء ايدي او اصبعي عن زر space الثاثة اللي هي الكي المدخلات اللي انت تكبسها لكن احنا مجهزين الموضوع جاهز طيب الآن صار موضوع الجنب موجود في لعبتنا نضغط Compile Save ونبدأ اللعبة ونشوف بنط ولا لا الآن بمشي عادي بالأكبر سباس الشخصية قاعدة بتنط ممتاز جدا صارت كل أمورنا تمام طيب خلنا نسوي Exit خلينا شوين رتب شغلنا نمسك هدول أنا بحب رتب شغلي بحدد الأشياء اللي بدي إياها مع بعض وبضغط على الكيبورد C بدي أحط كومنت بدي أكتب هون movement inputs أو movement بكفي تمام وبدي أجي هون وهدولة كانوا إيش هدولة حركة عشان بعدين لما نرجعنا نقرأ الكود تبعنا اللي إحنا سونا في البلو برينت نعرف شو كتبنا نحدد هدول نضغط C ونسميها ماوس هادي inputs ماشي وهنا نقص هاي بنكتب jump تمام حسنا لما نرجع لورا خلينا بس هاي النودس اللي علي صار احنا ما بنستخدمها خلينا نحددها ونعملها delete نقدر بعدين عادي نضغط راتي click ونرجعها خلينا نحددها نعملها delete الآن نجيب هدول نطلع هاي لفوق نجيب هاي تحت هون تمام نجيب هاي هون هيك الآن بصير دائما نقرأ نقرب نقرأ الأشياء اللي إحنا سوناها فبسير انه مافي اش بيخرب علينا والأمور تمام كونبايل الآن كل أمورنا شغالة طيب الآن إحنا سوينا القفز لكن أنا بدي أعلمك إشي إضافة تستفيد منه وتأخذ يعني وقد شوية من الوقت عندك ونت تتعلم عليه الكاركتر موفمنت هاي الخاني اللي هون في إلها خواص الآن إنت لاحظت لما إحنا مشينا ونطينا شفت إنت مثلا بدك تتحكم في القفز تبعك بدك تصير يقفز أعلى بدك تصير تحكم في خواص القفز فإنت لما تضغط على الكاركتر موفمنت بتيجي هون في كتير من المتغيرات موجودة أنا بأقول لك إنك إنت تتقذ شوية وقت عليها تجربها واحدة واحدة تتعلم إش هي تعرف أنا رح مثلا أشرح الآن خلنا نشوف مثلا الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية هي واحد لو حطيناها الصفر مش واحد إيش رح يصير نضغط كومبايل سوي شتارت الآن الآن إلغينا الجاذبية الأرضية طيب الآن لو قفزت أنا إيش حيصير لاحظ الشخصية ما بترجع تنزل لتحت بس تطلع قاعدة لفوق فإنت الآن إيش اللي تسويه من المهم جدا إنك إنت تعرف إخواص اللي هنا أنا بدي إياها تكون واحد أفضل بيكون الماكس أكسلريشن الماكس أكسلريشن الآن إنت لما تحرك الشخصية تبيتك الشخصية بتمشي للأمام الآن هي بتبدأ بسرعة بعدما تتسارع لتوصل لأقصى سرعة إلها فإحنا لو حطينا هاي على عشرة آلاف قاسي بالمثال وعملنا كومبايل الآن لما نمشي رح يوصل لسرعة القصوة تبيتك الشخصية فورا على طول بيبدأ بأقصى سرعة للشخصية لكن لما أنا أقللها بصير ياخد وقت حتى يوصل لو حطيناها الصفر شو رح يصير خليني نشوف كومبايل مش رح يمشي أصلا يفترض مش هيوصل للسرعة أصلا أنا ضغط W ما بمشي أصلا لأنه أنا منعته أن يوصلها أصلا الصفر فمعناته أنه ما رح يوصل فإحنا خلينا نرجعها على 2048 تمام الآن خلينا نشوف الفريكشن بريكينغ فريكشن فاكتور هاي هي عبارة عن الاحتكاك مع الأرض فالشخصية بتأخذ وقت حتى تتوقف بتأخذ وقت حتى خلينا نحط مثلا القيمة الصفر رح تنزلق الشخصية على الأرض وأنا بمشي لما أترك الـ W رح تستمر في الحركة الآن أنا ماشي تركت الـ W لسه بتنزلق انزلقت لمسافة معينة الآن إيش أنا رح أسوي إذا ما بدي الانزلاء قضي يكون موجود أصلا بزود القيمة مثلا لعاشرة فالآن رح يوقف في نفس اللحظة اللي بترك فيها أنا الـ W دخلنا نكون نظرة أنا ضغط تركت وقف فورا تركت وقف بسرعة فأنت من المهمت أنك تعرف هذه المتغيرات تميزها واحدة واحدة تجربهم وتشوف كيف هي تتشمشي الأشياء هاي الأشياء تعتمد على الخواص الفيزيائية زي الوزن إذا تشغل وزن المية بصير نط وينزل بسرعة الأرض أكثر بصير نط صعب عليه فبتشوف أنت كيف تغير في الخواصها خلينا نشوف كمان الـ Walking المشي هالسع هون بقول لك Max Step Height هالسع أعلى إشي ممكن يدعس عليه الشخصية ارتفاع 45 سنتيمتر يعني إذا فيه درجات عالي كثير بقدرش يطلع فوقيها إذا فيه أشياء مرتفعة ما بقدرش يطلع فوقيها طيب وعندنا هنا Walkable Floor Angle الآن زاوية المشي خلينا شرح هاي مثل نحن خلصنا نفتح هون خلينا يجي هون مثلا نفتح على Starter Content نروح على Shapes نجيب منها شرح لا نشوف هذا الشكل ممتاز خلينا نكبر حجمه تمام خلينا نحرك شوية البيضة هناك خلينا نشوف فيه زاوية فيه زاوية ممتاز الآن خلينا نشوف القيمة هاي نزبوتها مثلا لـ 85% الدرجة المائوية نسوي الـ Combine أو خلينا قبلها دقيقة شوية أول خلنا نكمل الآن في الأصل المجسمات هاي ما منقدر نطلع عليها ولكن حادة الآن لو أنا طلعت بيطلع فوقيها قاعد ليش بيطلع فوقيها لأننا سمحت له يطلع على زاوية أقوى الآن لاحظ أنت الزاوية حادة في الزاوية الحادة ما منقدر يطلع عليها لو أنا جربت أطلع على الحيط صعب يطلع ما بقدر لأنه زاوية 90% هنا الزاوية أنا سمحت له بزاوية 85% فهون بيقدر يطلع عادي الآن نرجع هون نحطها مرة ثانية على 45 تقريبا هي كانت 44 تقريبا خليه 45 نرجع هون نسوي بلاي نحاول نطلع عليها الآن ما رح يقدر ما رح يطلع عليها لاحظ ما بطلع عليها بحاول ما برطلع فهي هاي الفكرة في الألقام هاي انت أخذ لك نظرة ومروا عليهم واحدة واحدة وشوف شو الخصائص الموجودة هون لتعلم عليها رح تستفيد كتير ممكن أصلا تغير فكرة اللعبة تبقيتك كاملة مكملة وتبدأ لعبة مختلف جدا ممكن تجيك فكرة وتقترع لعبة جديدة للعالم وتنشهر على مستوى العالم كله الآن مكون خلصنا هذا فيديو في أمان الله بالتوفيق يا رب موسيقى